تلقى توازيرة الدولة للهجرة وشؤون مصريين بالخارج نبيلة مكرم عددا من الاستفسارات من اتحاد المصريين في ايروبا بشأن اول تأمين على المصريين بالخارج جاء ذلك في اطار التواصل بين وزارة الهجرة والجاليات المصرية بالخارج وتنفيذا لتوجهات القادة السياسية من جنبها اشاد اتحاد المصريين في ايروبا بتطبيق اول تأمين على المصريين بالخارج والذي كان يعد مطلبا دائما المصريين بالخارج لحل ازمة تجهيز وشحن الجثامين لعودتهم لارض الوطن وثمن الاتحاد الجهود وزارة الهجرة للدعم والتواصل معهم والاهتمام بالتواصل الدائم مع المصريين بالخارج بشكل عام عقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي اجتماعاً مع وفد من إحدى الشركات العاملة في مجال المخلفات الصلبة بالمدن المصرية لبحث التعاون مع الشركة للعمل في موظومة المخلفات بمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة خضراء مستدامة وأكد الوزير على ترحيب الحكومة بالتعاون مع كافة شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات لتحسين مستوى النظافة بجميع المحافظات ومن جانبه رحب وفد الشركة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات في ملف منظومة النظافة وأشار الوفد إلى دراسة تقديم عرض فني ومالي للدخول في المنظومة بجنوب سيناء بما يسهم في تحقيق التوازن البيئي وتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة